بسم الله الرحمن الرحيم تابع الفصل السادس تخصيص التكاليف معدلات التحميل محددات الاختيار overhead applications rates determinants of choice هناك أربع محددات تمثل العوامل التي تؤثر في اختيار معدلات التحميل تتمثل في العامل الأول أساس التحميل المستخدم الباس توبيوزد أساس التحميل المستخدم قد يكون ساعات العمل المباشر دايرت لابر آورز نستخدم ساعات العمل المباشر إمتى إذا كان يغلب على مركز الانتاج الطابع اليدوي إذا كان يغلب على مركز الانتاج الطابع اليدوي عمال أكتر بيشتغلهم مع عدم اختلاف مستويات مهارات العاملين مع عدم اختلاف مستويات مهارات العاملين في الحالة دي بنستخدم ساعات العمل المباشر ساعات العمل الآلي ساعات العمل الآلي نستخدمها إمتى إذا كان يغلب على المركز الانتاج الطابع الالي يبقى لو مركز الانتاج بيغلب عليه الطابع اليدوي مع عدم اختلاف مستويات مهارات العاملين حنستخدم ساعات العمل المباشر إذا كان مركز الانتاج يغلب عليه الطابع الآلي يبقى في الحالة دي نستخدم ساعات العمل الآلي تكلفة الأجور المباشرة تكلفة الأجور المباشرة Direct labor cost إذا كان يغلب على مركز الانتاج الطابع اليدوي مع اختلاف مستويات مهارات العاملين مع اختلاف كل عامل مهارته تختلف عن الآخر في الحالة دي لابد نعتمد على ساعات العمل المباشر لا تفيد ليه لازم نستخدم الأجور المباشرة لأن داخل الأجور المباشرة دي بتسويها لو نفتكر تكلفة الأجور المباشرة بتسوي ساعات العمل المباشر ضربة معدل الأجر فلو كل العاملين بياخدوا نفس معدل الأجر لأنهم على نفس المهارة يبقى ما فيش داعي نضرب الاثنين في بعض ونعتمد على الأجور المباشرة كنا نعتمد على ساعات العمل المباشرة بس لكن لو فيه اختلاف مستويات المهارة يبقى لازم نجيب الساعات ونضربها في معدل الأجر ويبقى كده بنعتمد على تكلفة الأجور المباشرة العامل الرابع تكلفة المواد المباشرة Direct Material Cost والخمسة Prime Cost اللي هي تكلفة الأولية يبقى العامل الأول اللي هو أساس التحميل اللي احنا بنستخدمه قد يكون ساعات العامل المباشر ساعات العامل الآلي تكلفة الأجور مباشرة تكلفة المواد المباشرة تكلفة الأولية 1 من 5 العامل الثاني اختيار مستوى النشاط Activity Level Selection في اختيار مستوى النشاط يتم المفضلة بين بين الطاقة النظرية Theretical Capacity الطاقة العملية Practical Capacity الطاقة المتوقع Expected Capacity الطاقة العادية Normal Capacity العامل الثالث تضمين او عدم تضمين التكاليف الاضافية السبتة Including or Excluding of Fixed Overheat يعني ندخل التكاليف السبتة معنا ولا نخرجها من ضمن التكاليف الاضافية الغير مباشرة طب نشوف حيث يتوقف هذا العامل على نظرية التكاليف المستخدمة لو بنستخدم نظرية التكاليف الكلية Full Absorption Costing تأخذ في الأعتبار التكاليف الاضافية السبت لو بناخد التكاليف المتغرأ ال Variable Costing لا تأخذ في الأعتبار التكاليف الاضافية السبتة يبقى مع النظرية كلية بنتضمن ضمن التكاليف لازم يدخل فيها التكاليف السبتة مع نظرية التكاليف المتغرأ نشيل التكاليف سبتة لا تأخذ في الاعتبار العامل الرابع معدل واحد ام معدلات عديدة single rate or several rates حيث يتوقف هذا العامل اما معدل واحد على مستوى المصنع ككل لو بيسموه plant wide or blanket rate معدل واحد بس للمصنع كله او معدلات على مستوى الاقسام departmental rates معدلات على مستوى الاقسام